أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أنه تم ترسية 27 مناقصة خلال الربع الثاني من العام الحالي لعادة من المشاريع في مختلف القطاعات من قبل مشلس المناقصات والمزايدات بتكلفة تتجاوز 24 مليون وأوضح سعادة وزير الأشغال أن هذه المشاريع توزعت على مختلف قطاعات الوزارة بواقع 12 مشروعا لقطاع الطرق وتسعة مشاريع للصرف الصحي وأربعة مشاريع بقطاع مشاريع المباني والصيانة ومشروعين ضمن قطاع الخدمات الفنية هذا وأشار وزير الأشغال لأن المشاريع التي تم ترسيتها تأتي ضمن جهود ومفادرات الوزارة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات والمرافق العامة بما يسمو في دعم عجلة الاقتصاد الوطني ويحقق الأهداف والتطلعات المنشودة لتعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين وتطوير الخدمات العامة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة